مستمرنا معكم مشاهدنا في هذه التغطية المستمرة لتطورات حرب غزة بعد مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار هذه الحرب التي ابتدأت قبل أكثر من عام تدخل اليوم منعطفا جديدا بعد اغتيال زعيم حركة حماس ومهندس هجوم السابع من أكتوبر يحيى السنوار اغتيال تم بالصطفة فالقوات الإسرائيلية وفق صحيفة هارتس لم تكن تستهدف السنوار في مكان مقتله ولم تكن تعلم بوجوده في المبنى فيما أشارت صحيفة يدعوت أحرنوت أن قياديين آخرين من حماس قتل مع السنوار حماس بدورها لم تؤكد بعد مقتل السنوار إلا أن مصادر بالحركة رجحت في تصريحات الرويترز بأن يكون السنوار قد قتل بالعملية الإسرائيلية مصادر العربية من جانبها أفادت بأن حماس علمت بمقتل زعيمها منذ يوم أمس نتنياهو في إعلانه عن مقتل السنوار قال إن الحرب لم تنتهي بعد أقف أمامكم اليوم لأبلغكم أنه تم تصفية يحيى سنوار إن الشخص الذي ارتكب أفضع مذبح في تاريخ أمتنا منذ المحرقة القاتل الجماعي الذي قتل آلاف الإسرائيليين واختطف المئات من مواطنين تم القضاء عليه اليوم على يد جنودنا وقد اتلقى الشر ضربة قوية اليوم الحرب لم تنتهي بمقتل السنوار مهمتنا في غزة لم تكتمل بعد أقول لأهالي المختطفين الأعزاء هذه لحظة مهمة في الحرب سنستمر بكل قواتنا حتى عودة جميع الرهائن وأقول لكل من سيلقي سلاحه ويعيد الرهائن سوف نسمح له بالخروج والعيش عودة رهائننا هي فرصة لتحقيق جميع أهدافنا لنقترب من نهاية الحرب وفي ردود الفعل في الولايات المتحدة عن مقتل السنوار اعتبر رئيس الأمريكي جو بايدن أن الفرصة الآن لليوم التالي في غزة دون وجود حماس في السلطة وقال في خطاب قرأته نائبته هاريس إن الوقت قد حان لإسدال الستار أخيرا عن حرب غزة من جانبه قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي إنه يجب أن يتم ضمان أن يوجه مقتل السنوار ضربة قوية وطويلة الأمد لحماس وقال إن معلومات مخابرات أمريكية ساعدت إسرائيل في تعقب قادة حماس بمن فيهم السنوار معنا الآن من القدس مراسلة العربية لانا كلغاسي أهلا بكي لانا وأرحب أيضا من واشنطن بير غانم مراسل العربية أبدأ معك لانا أود أن أعرف منك الآن أبرز ردود الأفعال حتى الآن وآخر التحديثات الخبرية فيما يتصل بمقتل السنوار حقيقة في إسرائيل يعتبر إنجازا اليوم ما حدث في قطع غزة مع أنه كان صدفة حقيقة ولم يكن هناك تخطيط لإغتيال السنوار في هذه العملية تحديدا إلا أن ربما يعني الجانب الإسرائيلي وضعها من أهداف الحرب التي أراد بن يمينة تنياهو تحقيقها والآن يعني بغض نظر أن طيلة الأشهر الماضية إسرائيل كانت تتحدث بأن يحيى السنوار هو يستخدم الأسرى الإسرائيليين ويحاول أن يختبئ خلفهم في الأنفاق ويستخدمهم كدروع بشرية ولكن اليوم يعني هذه باتت واضحة بأن ربما السيناريو هذا خاطئ بالنسبة للجيش الإسرائيلي وأن يحيى السنوار تفاجأوا فيه ويقاتل مع عناصر حركة حماس في الصفوف الأمامية هذه ربما آخر السيناريوهات التي توقعها الجيش الإسرائيلي من المهم ذكره بأن هذه هي كانت بمحمل الصدفة بمعنى أن الاستخبارات الإسرائيلية طيلة السنة الماضية لم تستطع حقيقة معرفة المكان يحيى السنوار وأين يتواجد في قطاع غزة بالرغم من مرور عام كامل على دخول القطاع حقيقة من ناحية أخرى الآن أيضا قبل قليل صفرات الإنذار بالنسبة طبعا للأوضاع الميدانية صفرات الإنذار تعود وتدوي في منطقة بالقرب من الجولان السوري المحتلفة مستوطان قريبة جدا منها شمال البلاد هذا دليل ربما أن هناك رشقة صاروخية أو مسيرة أطلقت من الجنوب اللبناني نحو هذه المنطقة حتى الآن لا حديث عن أي إصابات بخصوص هذه النقطة طيب قبل أن أتحول لبيير أذكر بهذه العواجل التي تظهر تباعا أسفل شاشة العربية واشنطن تقول نأمل أن يتخذ خليفة السنوار أي أن كان نهجا مختلفا بشأن وقف النار كما أن الخارجية الأمريكية تقول لم تكن هناك مفاوضات بشأن غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية كما أن هذا تصريح أيضا عن واشنطن نريد أن نرى في النهاية حلا دبلوماسيا للصراع في لبنان وعن آخر مستجدات وردود الأفعال من الموقف الأمريكي أسألك يا بيير إن كانت لديك أي معلومات فيما ذكرناه قبل قليل من عواجل أو في موقف الرئيس بايدن الذي تحدث عن مستقبل غزة من دون حماس وتحدث أيضا في ذات السياق جيك سوليفن وغيرها كذلك من ردود الأفعال أعتقد أن أهم قيل خلال الساعة الماضية كان كلام جيك سوليفن وهو على الطائرة الرئاسية باتجاه أوروبا مع الرئيس بايدن أولا يقول جيك سوليفن أن الأمريكيين سوف يفتحون حوارات جديدة مع الأطراف المعنية حول أولا إطلاق صراحة الرهائن والأوضاع في غزة أكد أيضا على أن ستكون هناك مباحثات حول المستقبل النهائي لغزة وأن القوة العسكرية لحماس باتت إلى حد كبير جدا مهدمة بشكل خاص في قطاع غزة وهو كان يقول بشكل خاص أن السنوار كان عقبة أساسية أمام أي حلول وأنه كان شخصية قوية تضبط حركة حماس العسكرية والسياسية والمفاوضات وبالتالي ينظر الأمريكيون إلى أنه عرقل مصير الرهائن ومصير أي حلول خلال الأسابيع الماضية لذلك توقفت كل هذه المفاوضات الآن يعتبر الأمريكيون أن إزاحة السنوار هو فتح الباب من جديد أمام العملية السياسية والوصول إلى شيء جديد في منطقة غزة بشكل خاص طيب يعني بير دعني أسألك عن ما جاء على لسان جيك سوليفن مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي تحدث قال إن معلومات مخابرات أمريكية هي ساعدت إسرائيل في تعقب قادة حماس بمن فيهم السنوار وأيضا هناك بعض وسائل الإعلام تتحدث أن هذا الأمر جاء بمحض الصدفة كان هناك عملية استطلاع لمجموعة من الجنود الإسرائيليين اشتبكوا مع مقاتلين من حماس ومن ثم جاءت عملية القصف للمبنى الموجود به السنوار هذا التضارب كيف يفهم الآن في الداخل الأمريكي؟ هناك بيانات وتصريحات رسمية أمريكية تقول منذ عدة أسابيع أن القوات الأمريكية المنتشرة في شرق المتوسط لديها إمكانيات للإستطلاع والتجسس وهي استعملت هذه الإمكانيات خلال الأشهر الماضية لرصد تحركات حماس والاتصالات وكان الهدف الأساسي من هذه العمليات الاستخباراتية والاستطلاعية الأمريكية هو رصد حماس ومحاولة مساعدة الأمريكيين البخطفين في يد حماس في قطاع غزة ما تحدث عنه اليوم الأمريكيون كان الرئيس بايدن أو نائبته أو جيك سوليفين أو أي شخص آخر هو أنهم قالوا أن هذه المساعدات وهذه القوات الخاصة الأمريكية ساعدت في كشف قيادات من حماس ولكن لا أحد يقول أن هذه الاستطلاعات ساعدت بشكل خاص في قتل يحيى السنوار وبالتالي كانت الإشارة عامة إشارة إلى أن هناك تعاون استخبارات أمريكي إسرائيلي ضخم جدا منذ فترة طويلة خصوصا في موضوع حماس وقطاع غزة طيب أسألك متى علمت واشنطن بمقتل السنوار هل تمت تنسيق مسبق؟ هل أطلعت إسرائيل واشنطن على مقتل السنوار في حين التأكد من ذلك؟ ما نعرفه هو أنه في ساعات الصباح الأولى بتوقيت واشنطن تم إبلاغ وزير الدفاع الأمريكي بالأمر وقد أرسلت صور إلى وزير الدفاع الأمريكي من قبل الإسرائيليين لمشاركته في هذه المعلومات وكانت هناك معلومات ممثلة أرسلت إلى البيت الأبيض وإلى أجهزة الاستخبارات بعد ذلك جاء هناك اتصال بين وزير الدفاع الأمريكي ووزير الدفاع الإسرائيلي وناقشوا أكثر ما حدث وكان في هذا الوقت هناك تأكيد من قبل الإسرائيليين أن يحيى السنوار قد تم التصفيته ماذا يتداول الآن في الداخل الأمريكي فيما يتصل بالمطلب الأمريكي مطلب واشنطن من نيتنياهو الآن ما بعد السنوار؟ لا أعتقد أن الأمريكيين وصلوا إلى نقطة نهائية في هذا الموضوع ولكن الرئيس الأمريكي قال أنه سوف يتصل بنتنياهو خلال الساعات القليلة المقبلة ليبحث معه تصفية السنوار والمرحلة ما بعد ذلك لا أعتقد أن الرئيس بايدن قد غير من موقفه هو يصر على أن الحل يجب أن يكون حل الدولتين ولكن ربما يعمد الرئيس الأمريكي إلى الوصول إلى حل أول هو أولا حل لمشكلة الرهائن ومن بينهم خمسة أمريكيين على الأقل موجودين في قطاع غزة ونعرف أو يقولون أنهم ما زالوا أحياء حل مشكلة الرهائن أولا حل مشكلة الحكم والسيطرة على قطاع غزة بدون حماس وهناك نقاش كبير جدا حول موضوع عودة السلطة الفلسطينية وما هو دور الدول العربية والدول حول العالم في مساعدة قطاع غزة لإعادة إعماره ومنع حماس من العودة للسيطرة على قطاع غزة وربما يكون موضوع حل الدولتين هو موضوع يبحثه نتنياهو مع الرئيس المقبل للولايات المتحدة طيب أعود إلى لاناك الغاصي من القدس هل ثمت تحركات الآن لأسر الرهائن لفعل شيء ما في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب في هذه الساعات لا يوجد تحركات لعائلات الأسرى الإسرائيليين من المتوقع أن يكون هناك يوم السبت المظاهرة الكبيرة والحاشدة من الممكن أن يكون هناك غدا ولكن هناك أيضا أعياد يهودية في هذه الفترة لذلك من المتوقع أن ربما يكتفي العائلات الأسرى بأن يكون هناك مظاهرة حاشدة وكبيرة كالمعتاد المظاهرات التي نشهدها في تل أبيب يقومون بإغلاق الشوارع ويطالبون أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بضرورة تتوجه إلى صفقة لتبادل الأسرى وإعادة الأسرى الإسرائيليين اليوم كان هناك رد فعل لهؤلاء العائلات بتصريحات مختلفة خاصة بأن هناك تخوفات بأن يكون هناك رد فعل من عناصر حركة حماس بقتل مثلا عدد من الأسرى الإسرائيليين وما إلى ذلك بسبب طبعا ما حدث اليوم للسنوار ولكن ربما من ناحية أخرى ليس من مصلحة حركة حماس قتل ما تبقى من الأسرى الإسرائيليين فهم الآن يفاوضون في هذه المرحلة ربما لإنهاء الحرب طيب لأنا أسألك أيضا إن كانت هناك أي مستجدات فيما يتصل بالاجتماع الذي حدث يعني بعد الإعلان عن مقتل السنوار بين نتنياهو وكذلك عدد من القيادات على المستوى السياسي وكذلك الأمن إن كانت هناك أي معطيات جديدة تحسبا لأي رد فعل ما ربما يكون سواء كان من حماس أو من حزب الله أو من أي جهة أخرى ربما حركة حماس الآن ليس لديها الإمكانيات الكبيرة بأن يكون هناك رد فعل قوي ربما ضد القوات الإسرائيلية في القطاع لأنه بالأساس يعني هي مستنزئة بسبب هذه الحرب الطويلة والمدمرة للقطاع حقيقة من ناحية أخرى هذا الاجتماع المطول برئاسة بن يمينة تنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وطبعا عدد من الوزراء كان هو يتحدث أو محور وبالأساس هو موضوع طبعا يحيى السنوار وأيضا عائلات الأسرى أو عفا الأسرى الإسرائيليين بالأساس الذين ما زالوا بعضهم في قطاع غزة بن يمينة تنياهو بالرغم من أنه أعلن أنه تم تصفية حساب موضوع يحيى السنوار أعتذر منك لانا ننتقل الآن لمتابعة مؤتمر صحفي باسم وزارة الدفاع الأمريكية ناطق الرسمي باتريك رايدر مرة أخرى لن أتحدث عن معلومات استخبارتية لكن أستطيع أن أقول لكم أن مشاطرة المعلومات الاستخبارتية في دعم استرجاع الرهائن وتعقب هؤلاء الذين كانوا يحتجزونهم بما في ذلك مواطنون أمريكيون وزير الخارجية يوم الأمس قال بأن الأعداء يسعون لوضع الرهائن في أماكن تحت الأرض ويبدو بأن هذه الرسالة واضحة لإسرائيل بشأن مشاءتها النووية كما قلت في مقدمة حديثي أن هذا الأمر أيضا ينطبق على الحوثيين ولأي من يقومون بهذه الممرضة ما هي القدرات التي قد تم استخدامها سمعنا عن استخدام قاذفات تحمل قدائف وزنها ألفين باون لأسباب أمنية عملياتية لن أدخل في تفاصيل هذه المهمة والأحداثيات التي تم استخدامها لكن قد استخدمت طائرة تستطيع أن تحمل على متنها ذخيرة كبيرة وهي ما كلفت به في أداء تلك المهمة وهل مجموعة ثاد التي قد تم إرسالها إلى إسرائيل قد دمجت مع المنظومات الدفاعية كما قلنا في مطلع الأسبوع بأن القوات قد بدأوا بالتوافد والوصول إلى إسرائيل ومكونات المنظومة الدفاعية بدأت بالوصول إلى إسرائيل وسوف تكون في حالة عمل كامل في المستقبل لن أقول أي تاريخ لأسباب أمنية لكنها سوف يتم دمجها بالمنظومة الدفاعية بالإضافة إلى جهود الولايات المتحدة الواسعة الرمية للدفاع عن إسرائيل هل هناك فرصة لإستخدام المدمرات أيضا لأغراض تعزيز القوى الدفاعية طريقة العمل من منظور مسرح العمليات فإن الولايات المتحدة تعمل بصورة لسيخة مع إسرائيل وشركان آخرين فيما يتعلق بتنسيق المعلومات لحيث يكون لدينا صورة متكاملة حول التهديدات الناشئة في المنطقة ومسؤولية إشراك كافة الأطراف الدفاع عن إسرائيل هذه الإدارة كانت تقول أن حماس تقوم بشن حملات هجومي على إسرائيل وبعد ذلك قال الرئيس بأن حماس قد دمرت هل تقولون لنظرائكم في إسرائيل الحكومة الإسرائيلية أنه إذا ما وافقوا على اتخاذ قرارا لوقف إطلاق النار وخاصة في عقاب تلك التطورات ألا تعتقدون أن هذا قرارا سوف يمكن الوثوق به كما قلت لكم سوف لن أعطي أي نصائح عسكرية لنظرائنا الأسرائيليين ولكننا نعلم أن قدرات حماس قد دمرت أو أضعفت كما تجلى في مقتل قائدهم وعداد كبير من قواتهم وبكل تأكيد هذا قد لا يشابه لما كانت عليه قدرات حماس في السابع من أكتوبر من عام الماضي كما رأيناها في السابع لذا سوف أترك الأمر للإسرائيليين للتحدث عن خطتهم المرتبطة بحماس لكن كما أسلفت الحديث وذكر الرئيس في تصريحه أن مقتل السنوار بكل تأكيد يمثل فرصة جيدة السؤال بسيط على حد علمي فأن هذه الإدارة تقول أنه من المنطق أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في هذه الظروب كما قلت في وزارة الدفاع وبصورة عامة نؤيد وقفا لإطلاق النار بحيث نستطيع أن نضمن أن المساعدات الإنسانية سوف تدخل إلى غزة والشعب الفلسطيني يستطيع أن يرى استعادة للأمن والاستقرار لكننا ندرك التهديد الذي فرضته حماس على إسرائيل لذا أننا ماضون في التشاور مع إسرائيل وشركائنا في المنطقة لكن من الواضح بأننا نرغب بالتوصل لوقف لإطلاق النار بأسرع ما يمكن وأكثر أهمية أطلاق سراحر الذين يزالون محتجزين في قبضة حماس السنوار يديهم ملطقة بدماء الأمريكيين كما تعلمون مما قد يدفع لبعض العمليات الخاصة التي قد تم تنفيذها بصورة منسقة مع إسرائيل في السابق لكنه قد قتل الآن فما هي طبيعة المعلومات الاستخباراتية التي جرت إذا ما كان هناك أي دور مباشر أمريكي في هذه العملية لإسرائيل أقول كلا إذا لم يكن لديكم أي معلومات استخباراتية حول مكان وجود السنوار لن أدخل في تفاصيل المعلومات الأمنية لكننا كنا نشاطر معلومات استخباراتية من أجل تعزيز جهود استرجاع الرهائن لدى قادة حماس الذين كانوا يحتجزون الرهائن بما فيهم أمريكيين وبقدر ما يساعد هذا الأمر أعلام إسرائيل حول طبيعة العمليات العسكرية بصورة عامة لكن الأمر قد لعب دورا في هذا السياق لكن بالنسبة لما حدث اليوم أو ليلة الأمس فكلا السؤال مهم وقد أجبت عليه أعلم أن وزير قد تحدث مع نظيره الإسرائيلي قبل بضعة أيام لكنه في أعقاب الحادثة التي جرت اليوم هل سوف يكون هناك تنسيق مع إسرائيل في المرحلة القادمة إننا مضون في التحدث مع نظرائنا الإسرائيليين حول طبيعة ما جرى وسوف تكون المهمة ليست يسيرة لكن سوف نعقب عليها فيما بعد هل هناك أي شيء آخر يمكن فعله عسكريا في غزة هذا الأمر متروك لإسرائيل لكن كنا واضحين بأن نرغب بالتوصل لوقف لإطلاق النار واسترجاعا لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ونضمن أن حماس لن تعد في وضع يمكنها من شن هجمات كما فعلت في السابع من أكتوبر من العام الماضي وهذا قد يكون واضحا في عقاب مقتل قاداتها لكن أترك الأمر للجيش الإسرائيلي لحديث عن الأمر ما الذي سوف يفعله الوزير في رحلته لديه زيارة رسمية على مر السنوات الماضية حماس قد أظهرت قدرة في أماكن تحرك قاداتها إذن نكتفي بهذا القدر من كلمة باتريك رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أعود إليك بيير تحدث رايدر في عدد من العناوين المهمة صراحة أن الأولوية الآن لإعادة الرهائن الإسرائيليين إلى ذويهم ويتحدث أيضا لم يكن لنا دور مباشر في الوصول إلى السنوار وتحدث أيضا نؤيد وقفا للنار لإدخال المساعدات لغزة لكن ندرك التهديد الذي تطرحه حماس هذا بحسب ما جاء على لسان باتريك رايدر أسألك هنا هل ثمت أي توقعات لتحركات جديدة لواشنطن لتحريك الساكن فيما يتصل بملف المفاوضات أعتقد أن الوزير بلينكين أشار في بيان قبل قليل إلى هذه النقطة بالذات وما يجب أن نتوقعه هو أن تكون هناك اتصالات بين الحكومة الأمريكية ومصر وقطر وهي الأطراف التي اعتنت بالتحدث إلى الأطراف خلال الأسبوع الماضية وقبل أن تتوقف بسبب عناد السنوار أن تعود إلى الألية ذاتها وبالتالي تعود إلى التحدث إلى من يمثل حماس الآن في قطر وإلى الحكومة الإسرائيلية ومحاولة الوصول إلى نتائج مدامة العقبة التي تحدثوا عنها قد أزيلت وهي السنوار بير غانم مراسل العربية أنا أشكرك كنت معنا من واشنطن شكرا لكل ما تفضلت بي موسيقى 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 إذن قتل يحيى السنوار كما أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك بشكل رسمي هيئة البث الإسرائيلية كشفت أن مقتل السنوار جاء بعد اشتباكات وقعت في حيث للسلطان الواقع شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة في عملية لم يكن مخططا لها مسبقا شاركت في العملية وحدة من المظليين وكتيبة 450 إضافة إلى وحدة كفير الخاصة والتي تعد أحد أكبر ألوية المشاة وتضم وحدات نخبوية توصف بأنها مختصة في الحرب داخل المناطق الحضرية وكذلك المناطق المعقدة العملية لم تكن بحسب تقارير إسرائيلية بناء على معلومات استخباراتية مسبقة إلا أن السنوار تحصن برفقة اثنين من كبار المسؤولين بحماسة في مبنى قبل محاصرتهم لاحقا تم استهداف المبنى بقذيفة من دبابة في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت جرينيتش قبل إرسال طائرة مسيرة تمكنت من تحديد جثة السنوار داخل المبنى المستهدف حيث كان مرتديا سترة عسكرية مثبت فيها قنابل يدوية المعلومات مشاهدين تشير إلى أنه تم إجراء فحص للحمض النووي الـ DNA للجثة وجاءت النتيجة إيجابية ومطابقة للسنوار إذ سبق لبصمته الجينية أن كانت بحوزة إسرائيل خلال فترة سجنه بعد أكثر من عام من الملاحقة القوات الإسرائيلية تتمكن من قتل يحيى السنوار قائد حركة حماس في غزة ورئيس مكتبها السياسي وفق المعلومات الأولية لم يقتل السنوار جراء عملية اغتيال أمنية وإنما بالصدفة خلال اشتباك مسلح بين الجيش الإسرائيلي وخلية من مقاتلي القسام في منطقة تل السلطان في رفح شعبنا يدشن مرحلة جديدة من تاريخ نضاله وكفاحه الوطني ولد يحيى السنوار في خان يونس عام 1962 ويعتبر من مؤسسي الجناح العسكري لحركة حماس اعتقلته إسرائيل عام 1988 وحكم بالسجن مدى الحياة قبل أن يفرج عنه في صفقة تبادل أسرى عام 2011 وقد تولى قيادة حركة حماس في غزة منذ العام 2017 تحمل إسرائيل يحيى السنوار المسؤولية عن هجوم السابع من أكتوبر وقد كان على رأس قائمة المطلوبين للاغتيال ويعتبر أحد أبرز مفاتيح السلم والحرب في غزة ما يضع الكثير من علامات الاستفهام على مستقبل الحرب واحتمال الوصول إلى صفقة تهدئة ومصير الأسرى الإسرائيليين ومن سيخلف السنوار نذكر مشاهدين بالعواجل التي تظهر الآن أسفل شاشة العربية نقلا عن مكتب نيتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أجرى اتصالا مع بايدن بعد مقتل السنوار أيضا نقلا عن مكتب نيتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وبايدن تعهد بالعمل لإطلاق سراح الرهائن إذن هذا هو أول اتصال بين بايدن ونيتنياهو وهذا نقلا عن مكتب نيتنياهو وجاء في أبرز العناوين أن نيتنياهو وبايدن تعهد بالعمل لإطلاق سراح الرهائن أنتقل الآن إلى دير البلح معنا مراسل العربية أسامة الكحلوت ما الذي يدور الآن في غزة بعد مقتل السنوار؟ حتى هذه اللحظة صدمة كبيرة أن يتم الوصول إلى قائد المكتب السياسي لحركة حماس حتى الجيش الإسرائيلي نفسه وصل إليه بدون أي جهد استخباري بدون أي معلومات بدون أي عمليات تحرية عن هذا الأمر سواء أنها عملية اعتيادية كانت من خلال استهداف مبنى تواجد فيه مجموعة من المسلحين في منطقة مخيم بدر هذه العملية كانت في منطقة مخيم بدر في منطقة تل السلطان غرب مدينة غزة وهي منطقة عمليات غرب مدينة رفع عفوا وهي منطقة عمليات إسرائيلية الجيش الإسرائيلي مرب من أمام هذا المنزل على مدار الساعة في منطقة مدمرة بشكل كامل خلال التواجد على مدار يوم أمس تقريبا عملية حدثت يوم أمس الأربعاء الجيش الإسرائيلي اشتبه بوجود سلحين موجودين داخل هذه البناية وأطلق قذيفة من دبابة إسرائيلية باتجاه هذا المبنى وبعد دقائق من عملية الاستهداف أرسل طائرة درون إلى هذا المبنى من أجل التفحص من يتواجد داخل هذا المبنى ومن خلال الدخول لهذه الطائرة قبل قدير الجيش الإسرائيلي قال في أحد التصلاحات الصحفية أن أصيبها في البداية وحاول يطلاق النار على هذه الطائرة التي حاولت استطلاع ما يدور داخل هذا المنزل وبالتالي سقطت ضحية بعد الاستهداف ثاني من دبابة إسرائيلية موجودة في هذه المنطقة نتحدث هنا عن العثور على ثلاثة جثامين داخل هذا المنزل الجثة الأولى لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الحجة السنوار والجثة الثانية لمسؤول كتيبة أزدين القسام في المنطقة الغربية لمدينة رفعت عديدا لمنطقة تل السلطان وعسكري الثالث كان مع القيادة السنوار في هذه المنطقة الآن هذه منطقة عسكرية يمنع دخول أي شخص إلى هذه المنطقة ومنطقة عمليات وقصف الجرائيلي دمر كل منطقة تل السلطان بشكل كامل وانتقل بعدها إلى منطقة الحالي السعودي تم تدمير غالبي تمناسب في هذه المنطقة والآن الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية تدمير لمنطقة عزبت الندى أيضا في المنطقة الغربية لمدينة رفع أسامة حسب المعلومات المتوفرة لديك لماذا كان السنوار موجودا في هذه النقطة تحديدا ويحبذا إذا أعطيتنا صورة دقيقة لجغرافيا هذا المكان هل كان السنوار ينوي قيادة عمليات من هناك لأن وجوده في هذه المنطقة وهو في ظاهر الأرض وهو ينفي يعني هذا الوجود ينفي ما كانت تتناوله إسرائيل ويتناوله البعض بأن السنوار يتحرك دائما في باطن الأرض نعم هو كان يقاتل في هذه المنطقة يعني لا تحتاج إلى تفسيرات أكثر من ذلك هو كان يقاتل في الصفوف الأولى مع الكتائب والمقاتلين والمسلحين في منطقة مدينة رفع لأن أكثر الاشتباكات تدور في المنطقة الغربية من مدينة رفع هو أسبوعيا كتائب القسام وباقي فصال المقاومة أغلقصينية تقوم بعمليات نشر لفيديوهات للاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي والتي كانت عصر هذا اليوم بتفجير مدخل نفق في منطقة السلطان وتنشر هذه الفيديوهات وبالتالي الجيش الإسرائيلي كان يعتقد أساسا أن السنوار محاب بعدد كبير من الجنود الإسرائيليين ومتواجد داخل نفق ويتنقل من نفق إلى آخر في مدينة رفع أو في مناطق أخرى في قطع غزة ولكن ما شاهدنا اليوم هو أنه كان يرتدي الجعبة العسكرية وفيها قنابل أيضا وأيضا المنزل الذي بحسب التصريحات الصادرة عن الألام الإسرائيلي أن المنزل نفسه ومنزل مفقخ كل ما يدور من تصريحات هي صادرة فقط ويتم تدولها هي صادرة عن الألام الإسرائيلي حتى هذه اللحظة لم يتم صدور أي بيان سواء صادرة عن حركة حماس أو عن كتاب القصة ويهجات المختصة في هذا الملف تحديدا حتى أن كان هناك صدور لبيان مزيف قبل قليل ونفت حركة حماس إصدار أي بيان حول هذه الحادثة حتى هذه اللحظة بالإمكان قول على أن حسب ما نشاهد من فيديوهات قبل قليل الجيش الإسرائيلي نشر فيديو لعملية انتشال جثمان قائد المكتب السياسي لحركة حماس السنوار من داخل هذا المنزل ونقله إلى إسرائيل عبر طائرة ومن ثم أيضا من ضمن الصور التي نشرت عبر الإعلام الإسرائيلي هي قطع أصبع السبابة في يد السنوار من أجل إجراء الفحص عليه قبل أن يتم نقل جثمانه بالكامل باتجاهة سوائل أشكرك أسامة الكحلوت مراسلة العربية من دير البلح معنا من رامالله عبر زوم الدكتور أحمد المجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أهلا بك أود أن أسألك هنا ما الذي يمكن أن يغيره مقتل السنوار فيما يتصل بالحرب على غزة رحمة على الشهداء ومنعي القائد الوطني الكبير يحيى من السنوار أبو الرئيب الذي مات بطلا وقاتل العدو الإسرائيلي وبدون شك أيضا نوجه بالنعي المشترك والتعازي الحارة بالإخلوي في قيادة حركة حماس وعائلة الشهيد على استشهاده المشرف والبطولي في ميدان المعرك بدون شك يعني اليوم ما تداولته الأنباء خلال الساعات الأخيرة من أن السنوار كان عقبي أمام وقف اطلاق النهار وأمام تبادل الأسرى وتناسى كل وسائل الإعلام والإدارة الأمريكية أن الذي كان العقبي الوحيد أمام التوصل إلى اتفاق للتهديئة وإلى تبادل هو نتنياهو الذي كان يضع دائما الشروط التعجيزية عند كل مفاوضات تجري سواء كانت في القاهرة أو الدوحة بما في ذلك كان يستنكر الوفد المفاوض الإسرائيلي ما كان نتنياهو يحاول فرضه على المفاوض الإسرائيلي اللي تعطيل أي عملية للتهديئة أو للتوصل إلى وقف اطلاق النهار أنا أعتقد نتنياهو اليوم يعلن الانتصار على إعلن الانتصار ونتنياهو اليوم بدون شك هو يتطلع إلى كم من المقاعد في الكنيسة التي سوف يحصل عليها في ضوء هذه العملية العسكرية التي نجح فيها لكن ما أريد أن أشير له أن صحيح غياب السنوار سوف يكون له أثر كبير على حركة حماس سيكون له تأثير أيضا على الوضع في قطاع غزة وعلى أيضا مجمل الحركة داخل الوطن بطبيعة الحال للرمزية الكبيرة للسنوار ولكن هنا أود أن أسألك فيما يتصل فقط بوقف النار في غزة والحديث كله صراحة والأنظار شاخص الآن باتجاه وقف إطلاق النار في غزة أود أن أسألك إذا ما استؤنفت المفاوضات مجددا هل سيؤثر غياب السنوار على طبيعة التفاوض وأوراق الضغط في التفاوض أعتقد أن هذه التجربة مرت فيها حركة حماس بعد اغتيال هنية وحركة حماس تعاملت بمرونة وانفتاح وذهبت للتفاوض في الدوحة وفي أيضا القاهرة رغم أن اغتيال وغياب هنية كانه أثر أيضا كبير على قيادة الحركة لكن مع هذا التطور الجديد في اغتيال وفي قتل السنوار أنا أعتقد أنه إذا ما استؤنفت المفاوضات أو استؤنف المسار الذي كانت تقود كل من مصر وقطر فأنه من الممكن أن يؤدي إلى نتائج إذا لم يعتبر نتنياهو أنه الموقع المنتصر يريد أن يفرض شروطا لإجراء عملية تبادل بأقل كلفة ممكنة أو بأقل سمن ممكن فيما يتعلق بالانسحاب من كتاع غزة وفيما يتعلق في أيضا الانسحاب من معبر رفاح وأيضا محور صلاح الدين وانت سليم أنا أعتقد أن نتنياهو الآن يعتقد أنه وهو وبلينكين اليوم أجرى اتصالات مع كل من وزير الخارجية السعودي نعم طيب يبدو أن الانتصال قد انقطع بالدكتور أحمد المجدلاني عضو اللجة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ربما سنعاود التواصل معه لأنه حقيقة هناك كثير من الأسئلة فيما يتصل بمرحلة ما بعد السنوار هو تحدث عن تأثير غياب السنوار في حركة حماس تأثير غياب السنوار في مسار المفاوضات ودعونا مشاهدين نركز على هذه الصور الآن التي وصلتنا قبل قليل وهي توضح نقل الجثمان السنوار وهذه هي الصور نقلا عن إعلام إسرائيلي الذي نشر هذا الفيديو لنقل جثة السنوار إلى مركز الطب الشرعي إذن هذه الصور التي وصلتنا قبل قليل نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية والتي توضح عملية نقل جثمان السنوار إلى مركز الطب الشرعي إذن أنتقل الآن إلى زميلنا عبدالجليل ليروي لنا ماذا حدث بالضبط في ما يتصل باغتيال السنوار نعم محمد التفاصيل بادت تردو تباعا عن ما حصل هنا في تل السلطان في غزة والحادث الكبير أو اغتيال السنوار في البداية الجيش الإسرائيلي أكد بأن قواته كانت تجري دوريات وعمليات تنشط في هذه المنطقة للتأكيد فقط هذه المنطقة شهدت نشاطا كبيرا جدا وحتى أن عناصر حماس نشرت صور كثيرة لاستهداف قوات إسرائيلية في هذا المكان هو ما جعل الجيش الإسرائيلي جعله يركز بكثافة على هذه المنطقة في الأيام الأخيرة بالتزامن مع العمليات في جباليا لكن بما أن الجيش الإسرائيلي شهد أو لاحظ حركة غير اعتيادية في أحد المباني ثلاث أشخاص فقط كانوا يتجولون في المبنى قد يكون ذلك حدث ليلا وهو ما جعل الجيش الإسرائيلي يشتبك معهم اشتباها في أنهم عناصر تابعون لحماس الاشتباكات دامت مدة طويلة بعض المصادر تتحدث عن أكثر من ساعة من الاشتباكات وهذا ما دفع القوات الإسرائيلية لطلب الدعم الناري من الدبابات الدبابات الإسرائيلية هي موجودة في مواقع متفرقة وخاصة في هذه النقاط من محور فيلاديلفي وهو ما يجعلها قريبة جدا من هذه المنطقة التي تم فيها استهداف السنوار ضربات الدبابات قد تسببت في إصابة السنوار بداية تسببت في رضوض وإصابات بليغة جعلته ينزف لوقت معين وهذا ما جعل الجيش الإسرائيلي بعد استهداف السنوار يلجأ إلى إرسال المسيرات الإسرائيلية هذه المسيرات الصغيرة هي مسيرات غير هجومية هدفها هو فقط الاستطلاع ونقل الصور لتأكد من أن المكان بات آمنا قبل أن يتمكن جنود النخبة أو لواء أو كتيبة عادية من التنقل وإيضا الوصول إلى المكان بمجرد ما تم تصوير السنوار يبدو أنه كان لا يزال على قيد الحياة حتى أن مصادر إسرائيلية الآن تحدثت على أنه حاول إسقاط هذه المسيرة التي كانت قريبة منه بعصى أو حتى بالحجارة هو ما جعل الجيش الإسرائيلي يلجأ إلى مساعدة القناصة الذين اختاروا زاوية معينة من أجل قتل السنوار إذن تفاصيل أخرى بدأت ترد الغريب في الصورة التي لحظها الجنود الإسرائيليون في البداية هو هذا المسدس مسدس جلوك 19 وهو مسدس عادة يعتبر مسدس غير موجود لدى عناصر حماس لأنه من صناعة غربية وقد غانمه السنوار بعد عملية قبل أربع أو خمس سنوات عندما تم التعرف أو إلقاء القبض على عناصر تسللت عناصر إسرائيلية تسللت داخل غزة إذن السنوار كان يظهر في صور كثيرة وفيديوهات كثيرة وهو بحوزته هذا المسدس أيضا مع كاتم الصوت هذه كانت الإشارة الأولى بالنسبة للجنود الإسرائيليين الذين بعد أن تمكنوا من إرسال الصور تم الاشتباه بشكل كبير جدا بأن المعني هو السنوار وتم نقله إلى إسرائيل نشاهد هنا أن البيت هو كان بيت عادي جدا ويبدو أنه سكن فردي من طوابق قليلة جدا وهو المكان الذي استهدف فيه السنوار إذن معدات السنوار على العموم هناك سطرة واقية من الرصاص وأيضا رشاش كلاشنيكوف وأيضا عدد كبير جدا من الرصاص وأيضا حتى عبوة ناسفة للالتحام من المسافة السفر كما يطلق عليها إذن أغراض مع بعض أغراض الذين كانوا معه كانت أغراض بسيطة جدا خالية من الأجهزة الإلكترونية إذن ما استثنينا هذه الساعة وأيضا المسباح الكهربائي لكن الغريب هو هذه المنديل من علامة إسرائيلية ربما أن السنوار حصل عليها من أحد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في غزة وهذا ما طرح المزيد من التساؤلات إذن السنوار حتى الآن يقال بأنه تأكد خلال فحص الـ DNA وتم مطابقة ذلك مع فحص DNA كان موجود لدى الجيش الإسرائيلي أو الشرطة الإسرائيلية في الفترة التي قضى فيها محكومية السجن في إسرائيل إذن في انتظار المزيد من التفاصيل حول هذه العملية عودة إليك شكرا يا عبدالجليل وأثناء حديثك وصلت لمصادر العربية صورة هي لموقع المنزل الذي دار فيه الاشتباك مع السنوار قبل مقتله والمنزل كما نعرف مشاهدنا يقع في شارع ابن سينة في رفح إذن هذه الصورة التي وصلت لمصادر العربية وهي توضح المنزل الذي قتل فيه يحيى السنوار هذا المنزل الذي يقع في شارع ابن سينة في رفح على أي حال محاسن لديها بعض المعلومات عن يحيى السنوار إليك محاسن شكرا محمد السنوار ولد في قطاع غزة خان يونس عمره 62 عاما قضى منها 24 عاما في السجون الإسرائيلية أثناء فترة اعتقاله نجح أطباء إسرائيليون بإزالة ورم من مخه السنوار خرج من المعتقلات الإسرائيلية إلى المراكز القيادية في حماس حتى أصبح مهندس هجوم السابع من أكتوبر السنوار هو من أعضاء حركة حماس الأوائل وأنشأ الجهاز الأمني للحركة المعروف اختصارا بمجد وهو المسؤول عن ملاحقة المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل ومعاقبتهم وأحيانا أعدامهم تخرج السنوار من جامعة الإسلامية في قطاع غزة وتعلم اللغة العبرية التي يتحدثها بمستوى جيد ويقال إن لديه فهما عميقا للثقافة والمجتمع الإسرائيليين لاحقا أصبح السنوار قائدا بارزا في كتائب عز الدين القصام أي الجناح العسكري لحركة حماس قبل أن يصبح زعيم الحركة في القطاع بعدها أدرجته الخارجية الأمريكية في سبتمبر 2015 على لائحتها للإرهابيين الدوليين وقبل شهرين وبعد اغتيال إسماعيل هني في طهران أصبح السنوار رئيسا جديدا لحركة حماس لتعلن إسرائيل رسميا الخميس مقتله في السادس عشر من أكتوبر شكرا محاسم معنا في الستوديو علي حمادة مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط أهلا بك بصير خير يعني ربما يتحدث البعض أن مقتل السنوار ربما يخلط الكثير من الأوراق يعني نتحدث عن حماس سأعود إليك ولكن دعونا نستمع إلى هذه الكلمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو لقد دعمنا ضحايا عملية 7 أكتوبر وقد عانينا أنفسنا من الإرهاب وفرنسا كافحت من أجل استعادة كافة الرهائن وتحركت أيضا وقامت بتعبئة الشركاء الدوليين وعملت على تأسيس عملية للتعامل ضد حماس وباقي المجموعات الأرهابية في مناسبات عدة كما قمنا بتنصيق العمل الدولي لتبادل المعلومات وتنصيق التحركات وعمليات الحضر الدولي كذلك دعمنا إسرائيل في عملياتها الدقيقة ضد حماس وحضرنا أيضا إيران التي تعمل ضد إسرائيل وحملناها المسؤولية الخطيرة مسؤوليتها في المنطقة وأدننا عمليات حزب الله التي تهدد إسرائيل وتهدد كافة اللبنانيين لكن إضافة الحرب إلى الحرب لا يؤدي إلى الأمن والسلام لا لإسرائيل ولا للمنطقة الرهائن لا زالوا بقفضة حماس والوضع الإنساني متضهور في غزة العائلات بدون مأوى فهذا لا يمكن أن يؤدي إلى الأمن في المنطقة الآن أو اليوم منعطف وهو بمقسل سنوار منعطف لإسرائيل وعلينا أن نغتنم هذه الفرصة للعمل لاستعادة أرهائن جميعهم وبوقف حد لهذه الحرب وللعمليات العسكرية والقبول بوقف النار في غزة وفتح أفاق سياسية موثوقة للإسرائيليين والفلسطيليين على حد سوى نعمل مع جميع شركائنا الإسرائيليين والأمريكيين أنه يجب إعطاء ضمانات لإسرائيل بعد وقف الحرب بشأن أمنها وللفلسطيليين بشأن حل الدولتين يجب بشكل عاجل مضاعفات العمليات الإنسانية التي هي اليوم في مستواها الأكثر خفاضا ويجب أيضا وقف عمليات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة ويجب نكتفي بهذا القدر مما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدأ معك سيد حماد في آخر ما قاله ماكرون يجب فتح أفاق سياسية جديدة بعد مقتل السنوار عن أي أفق سياسي جديد يتحدث ماكرون بدأ المجتمع الدولي يتحدث عن اليوم التالي بدأوا يتحدثون أنه يجب البناء على تصفية أو قتل يحيى صنوار من أجل الذهاب نحو أولا وقفة لقنار الرئيس ماكرون تحدث عن ضرورة إقرار وقفة لقنار التفاوم عليه والذهاب نحو التفاوض بسرعة على لإطلاق صراع الرهان الإسرائيليين أريد أن أذكر في هذه المناسبة بأن عدد من الرهان أو من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس يمتلكون يحملون جنسيتين عدد منهم يحملون جنسية فرنسية وجنسية إسرائيلية آخرون يحملون جنسيات ألمانية إسرائيلية أو أمريكية إسرائيلية وهكذا دولي إذن فرنسا معنية بشكل أو بآخر كما أن عددا من الذين قتلوا في 7 أكتوبر حوالي 40 من ضحايا 7 أكتوبر كانوا يحملون جنسية فرنسية إذن فرنسا بشكل أو بآخر معنية لكن فرنسا لديها سياسة متمايزة عن الأمريكيين وبطبيعة الحال كان هناك اشتباك كلامي بين ماكرون وبين نتانياو في الفترة الأخيرة لسيما بالنسبة للملف اللبناني تحديدا لأن الموضوع اللبناني مهم جدا بالنسبة لفرنسا هو يتحدث عن أفق سياسي جديد هل ثمت أي مقاربة فرنسية يمكن أن تتخلق ما بعد السنوار الآن ويصبح لفرنسا دور أكبر مما هو عليه في السابق الدور الفرنسي موجود لم يذهب بعيدا الدور الفرنسي لكنه دور ثانوي مقابل في مقارنة بدور الأمريكي بدور الأمريكي وهو عمليا الدور الفرنسي دائما يأخذ الدوائر الثانوية الطرقات الفرعية فيما تترك الطريق الأساسية للمبادرات الأمريكية للتفاوض الأمريكي للحلول التي يطرحها الأمريكي ولسيما بأن الأمريكيين يستطيعون دائما أن يؤثروا على القرار الإسرائيلي وحتى ضمن حدود معينة طيب ابقى معي سيد علي حمادة مستشارة العربية لشؤون الشرق الأوسط يعني بعد تأكيد إسرائيل مقتل السنوار طفى للسطح سؤال جوهري من سيخلف السنوار على رأس حركة حماس دعنا ننتقل إلى الزميل المولود ليطلعنا على الأسماء المرشحة لا أدري إن كان الزميل المولود جاهز أم لا تفضل يا مولود شكرا لك زميل محمد من بين أبرز الأسماء المرشحة لخلافة السنوار نائبه في المكتب السياسي خليل الحية الذي يترأس حاليا وفد المفاوضات بوساطة دولية للتوصل لوقف لإطلاق النار مع إسرائيل كما أنه يدير لقاءات رسمية للحركة مع حلفائها في الخارج يعد أيضا خالد مشعل من بين الأسماء المطروحة لخلافة السنوار كونه يشغل حاليا منصب رئيس الحركة في الخارج ونسج أيضا شبكة علاقات إقليمية وتولى أيضا في السابق رئاسة المكتب السياسي للحركة منذ عام 1996 إلى غاية عام 2017 ويعتبر أيضا موسى أبو مرزوق اسما واردا أيضا لخلافة السنوار سيما وأنه يعد أول من تولى رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس منذ عام 1992 إلى غاية 1996 وأقرب الشخصيات أيضا لرئيس المكتب السياسي الأسبق إسماعي الهنية كما يعد المسؤول الأبرز في الحركة خاصة أنه يتولى ملف العلاقات الدولية والخارجية لحركة حماس زاهر جبارين أيضا رئيس حماس في الضفة الغربية من الوارد أيضا أن يقود الحركة في الفترة المقبلة خلف السنوار حيث انتخب نائبا لرئيس الحركة في الضفة الغربية تبعا صالح العروري عام 2021 وبعد اغتيال العروري في بيروت أصبح زاهر جبارين القائم بأعمال رئيس الحركة في الضفة الغربية أيضا محمد إسماعيل درويش اسم وارد أيضا لخلافة السنوار فهو رئيس مجلس الشورى الحركة ويعد شخصية بارزة داخل حماس ولديه علاقات قوية مع إيران حسب مراقبين وكان مرشحا بقوة لخلافة إسماعيل هنية بعد اغتياله في تهران نعود إليك محمد شكرا يا مولود من هو الإسم الأوفر حظا من الأسماء التي استمعت إليها جواب سريع لنختم هذه الساعة السؤال المهم أين تقف إيران وهل ستتراجع سلطة إيران أو نفوذها داخل حركة حماس في هذه المرحلة بالذات مرحلة مفصلية لذلك لا أسماء حتى الآن ولا أريد أن أرشح أي اسم لأن الموضوع يتعلق بتوازنات داخل الحركة ما هو مدى التأثير الإيراني على مرحلة ما بعد السنوار ولسيما بأن الإيرانيين يسعون إلى تسوية والتسوية هدفها إنقاذ حظب الله مما هو آتن في القريب العاجل مع أن البعض كان يتحدث أن هناك معيار آخر لأن السنوار هو صاحب الكلمة الأعلى في حماس الأكثر تأثيرا بين المقاتلين وبين أعضاء الحركة البعض كان يتحدث أن يعني من رضي عنه السنوار قد يكون هو الأوفر حظا ومن هو بعيد وجدانيا وفي الأفكار من السنوار ربما يكون بعيد كل البعد عن خلافته بهذا المعنى خليل حي أقرب إلى السنوار في مكان ما من خالد مشعل خالد مشعل ذهب في الأيام القليلة الأخيرة إلى مواقف متقدمة جدا حيث قال بأن الملف التفاوضي وملف اليوم التالي يجب الاحتكام إلى السلطة الوطنية إلى منظمة التحرير الفلسطينية يعني بدأ يتحدث بكلام آخر مغير لكلام الذي كان سائدا حتى هذه المرحلة يبدو أن هناك تغييرات سوف تحصل على صعيد الحركة يبدو بأن هناك نوع من المخاض الجديد من أجل توليد قيادة جديدة قد تكون مزيجا من قيادة الداخل مع قيادة الخارج وقادرة على التفاوض مع الخارج وهذه مسألة مهمة حتى يكون مزيج كمان بين التقاطعات في داخل الحركة فيما يتصل بتيار الإخوان المسلمين وتيار إيران طبعا وتيار الإخوان المسلمين متحالف مع إيران حتى إلى حد معين لكن المهم داخل هذا الطيار من هم أقرب إلى إيران وهم أقل قربا من إيران وهذه نقطة مهمة جدا الإيرانيون يريدون التحكم أكثر بالحركة لكن نتائج المعركة على الأرض نتائج هذه الحرب إضافة إلى ما حصل في لبنان في المرحلة الأخيرة خلال الأسبوع القليل الأخيرة قد يضعف من قبضة إيران على حركة حماس في المدى المنظور كيف يمكن أن تتأثر علاقة إيران بحماس بعد السنوار أولا هناك النتائج وهناك انقطاع التواصل بالمعنى العملي وبالمعنى الميداني أصبح صعبا على إيران أن تتواصل مع حركة حماس في الداخل أصبح صعبا عليها أن تؤدي المهام التي كانت تؤديها من تهريب أسلحة وأموال إلى حركة حماس داخل خطاع غزة أضف إلى ذلك أن الضراع الأساسية الإيرانية أو التابعة لإيران أو المقربة لإيران وهي حزب الله والتي كانت تمسك بجانب من ملف حركة حماس الداخل هذه الضراع تتعرض لضربات قاسية ومصيرها على المحق هي أضعف مما كانت هي أضعف مما كانت لم تنتهي لم يتم إقصاؤها لكنها أصبحت ضعيفة إلى حد أنها فعلا تقاتل من أجل البقاء وليس من أجل الحدود ومن أجل لعبة التوازنات على أي حل أنا أشكرك سيد علي حمادة شكرا على كل ما تفضلت به من إفادات وستبقى هذه الطغطية مفتوحة على شاشة العربية على اعتبار أن هذا الحدث هو حدث كبير ومفصل ومتغير كبير في مجريات الأحداث في الشرق الأوسط نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة من طائرة مسيرة قالت إنها ليحيا سنوار قبل مقتله خلال الاشتباكات في رفح جنوبي غزة تظهر الصورة سنوار مصابا ويحاول إخفاء وجهه من الجيش الإسرائيلي فيما يقول الإعلام الإسرائيلي إنه بعد اكتشاف إصابته من قبل المسيرة هاجمت القوات الإسرائيلية المبنى مرة أخرى وقتلته طاهر بركة يلتقيكم في سعى إخبارية قادمة